مرحبا بحضركم جديد آخر حواراتنا من برنامج هذا الصباح في الحياة طبعا الاحتباس الحراري ومشاكله وقدي العالم بيعاني جدا من فكرة الاحتباس الحراري ومحاولة الجهود والحكومات طبعا لتخفيف من هذه الأطار اللي هي محتملة من فكرة الاحتباس الحراري وربما يؤثر على القطبين وبالتالي يحصل ارتفاع في المحيطات كل الأفكار دي كنا بنسمعها من زمان جدا لكن يبدو ان هي دخلت بالفعل حيث التنفيذ وان هي للأسف اصبح في فعلا هذه المشكلة قائمة ولازم تتدخل الحكومات بشكل او باخر عشان تحد من فكرة الاحتباس الحراري وده اللي احنا بنتكلم فيه اللي لازم يكون فيه اتفاقات ما بين الدول والحكومات على تقليل من الامبعاتات الضرر اللي بتأثر على المناخ بشكل كبير وبالتالي بترفع درجة حرارة الارض مما يؤثر طبعا على ان الامور تسير بشكل طبيعي جدا خلينا نعرف حوارات اكتر عن فكرة الاحتباس الحراري ومشاكله على الارض مع ضفنا الكريم دكتور محمد صبر الاستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث صباح خير يا دكتور صباح حسنا وسلام بحرارة حسنا نشوف تقارير نتواصل الفضل حواري نتابع دعا الامين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية في بلدانهم جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس كما شدد على ضرورة دفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الارض القمة الافتراضية برعاية الامم المتحدة يشارك فيها رؤساء وزعماء دول وحكومات لأكتر من سبعين لبحث الجهود الهدفة إلى مكافحة الاحتباس الحراري واستئناف الجهود تزامنا مع مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية باريس للمناخ وعلى أمل أن تكون الخطوة الأهم في طريق المؤتمر الدولي السادس والعشرين للمناخ المقرر عقده أواخر العام القادم في جلاسكو بأسكوتلندا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تشارك بلاده في استضافة القمة أصدر بيانا تعهد فيه بخفض انبعات تاني أكسيد الكربون بنسبة 68% على الأقل بحلول عام 2030 مطالبا أن تكون تحركات قادة الدول فعالة مشيرا إلى أن بلاده ستوقف في أسرع وقت ممكن الدعم المالي لمشاريع الوقود الأحفوري في الخارج الرئيس الصيني شي جينبينغ أكد أن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها إلى أكثر من 1200 جيجاوات بحلول عام 2030 وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25% خلال نفس الفترة مرحب بحضرتكم الجديد وبرحب مرة أخرى بضفنا كريم دكتور محمد صابري الأستاذ المساعد بالمركز القامل البحوث مشارفنا دكتور صباح خالي عليك دكتور بشكل مختصر كده المشكلة فين؟ حضرتك المشكلة في الدول المتقدمة عموما أن هي مش قادرة تخفض نسبة الغازات اللي هي غازات الاحتباس الحراري لأنه لو خفضت نسبة غازات الاحتباس الحراري فكده بتوقف عجلة الصناعة وكده الدول دو مش هتحقق معدلات نمو اللي هي بتأمل بها والشعوب طبعا ما يهمهاش في النهاية قال له أنها تحقق مستوى داخل أعلى ومعدلات نمو أعلى لإرضاء الشعوب فمثلا دولة زي الصين مثلا يعني بتساهم ب30% من الغازات الاحتباس الحراري في العالم الصين هتقدر توقف عجلة الصناعة عندها عشان هي مفروض توقف لأن هي موقعة على البروتوكول وموقعة على كمة المناخ اللي نعكرت في باريس سنة 2015 موقعة هي ومعظم دول العالم هو 13 الدولة بس لموقعوش منهم تركيا وبعض الدول التانية ولكن في النهاية الدول الصيناءاء الكبرى كلها موقعة بس أخيرا حدثت كارثة بمعنى كارثة أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هذا الاتفاق ولكن هو كان في سنة 2015 لما تم إكرار هذا الاتفاق كان فيه شرط أن ما ينفعش أي دولة تنسحب إلى بعد مرور ثلاث سنوات فالولايات المتحدة باراك أوباما وافع الاتفاقية وجي ترامب انسحب من الاتفاقية وانسحب تحديدا في 4 نوفمبر 2019 وبكده أكبر دولة تاني دولة صناعية في العالم أو من أكبر دول العالم طبعا أمريكا لا تخفى على أحد تنسحب من هذه الاتفاقية إذن بتنسحب من كل الالتزامات اللي كان مفروض هي ملتزمة بقى قدام العالم كله من الالتزامات مادية عشان تدعم الدول النامية في لمساعدة أو لمكافحة أو للتكييف مع ارتفاع درجة الحرارة لأن أمريكا نفسها عندها مشكلة كبيرة جدا برضا مش عايزة توقف عجلة الصناعة بتساهم بحوالي 15% من حجم غازات لاحتباس الحرارة يعني الصين 30% أمريكا 15% الهند 7% روسيا 5% يعني أربع دول عندنا حوالي 60% من حجم غازات الاحتباس الحرارة طبعا الاحتباس فيه المشاهد ممكن ميكونش ملمة ملمة بموضوع يعني ايه احتباس حراري يعني ايه احتباس حراري والمصانع ازاي تسبب مشكلة في ارتفاع درجة حرارة الارض هو ربنا خلق الارض بنسب غازية ثابتة اللي احنا نعرفها جميعا هذه النسب بتعمل متوسط لدرجة الحرارة متوسط لدرجة الحرارة على مستوى سطح القرى الارضية لا يتعدى مثلا 33 درجة سليزين بدون هذه النسب اللي ربنا وضعها في الكون او في الارض اقصد كان ممكن بدون هذه الغازات لغازات الاحتباس الحراري درجة حرارة الارض تكون مينس او سالب 18 يعني كان ممكن الكرة الارضية تتجمد ولكن ربنا جعل فيه غازات للاحتباس الحراري بنسمى غازات طبيعية للاحتباس الحراري اما عند تدخل الانسان بعد الثورة الصناعية اللي حصلت في القرنز 18 وبعد التقدم الهائل في الصناعة بدأ غازات الاحتباس الحراري تزيد طيب هو المواطن او المشاهد البسيط يعني ايه غازات الاحتباس الحراري بتزود الحرارة ليه هذه الغازات زي مثلا غاز ساني اكسيد الكربون زي غاز الميسان زي الازون زي القلول وفرور وكربون هذه الغازات بتعمل على حجز اشعة الشمس المنعكسة من على الارض بتمنع خروجها من سطح الارض وبتمنع خروجها الى الفضاء وطالما هذه الغازات قدرت تحبس معشان كده سموها غازات الاحتباس الحراري قدرت تحبس الاشعة الشمسية وبيتزاد الاشعة تحت الحمراء من انها تعبر الى الفضاء مرة اخرى اذا ان دي بتزود عملية الاحتباس الحراري وبتزود الحرارة لو الحرارة زادت على سطح الارض ايه اللي ممكن يحصل هتسيح الجليد ده الكلام اللي بيتقال هتسيح الجليد في القربين وطبعا الجليد في القربين يعني القرب الجنوبي والقرب الشمالي في نسبة مهولة جدا من التليج لو تم ازابة هذه السلوب بسبب ارتفاع درجة الحرارة عندنا المنخفضات كلها في العالم اللي هي المناطق الساحلية اللي هي المناطق الساحلية زي راس البر رشيد كل سواحل البحر المتوسط سواء شمال البحر المتوسط او جنوبه شمال البحر المتوسط اللي هو اوروبا وجنوب اللي هو مصر هتغرق هتغرق طبعا لان معظم معظم هذه المناطق مناطق بنسمها مناطق منخفضة بتقل عن واحد متر تحت سطح البحر طبعا ارتفاع سطح الحرارة ارتفاع سطح البحر بيؤدي الى غرق مع هذه المناطق ده بالحكومات وبالذات الحكومة في مصر عملت ايه عشان تواجه هذه المشكلة لمشكلة غرق السواحل او مشكلة تآكل الشواطئ بدأت الحكومة المصرية تصرف المليارات من سنة التسعين لحد النهاردة لعمل مصدات حواجز والمصدات على طول من بورص عيد لحد اسكندرية موجود حواجز متكلفة مليارات يعني كان الحاجز سنة التسعين اللي تعمل فيه بورق راس البر كان الحاجز اللي واحد طوله 200 متر بتكلف خمسة مليون او اربعة مليون مش متذكر يعني اربعة مليون جنيه كان من سنة التسعين بعد تلاتين سنة تخيل الاربعة مليون جنيه مع فرق العملة مع فرق بعد التعوين و بعد عيات كتير خمسين يعني يعد الخمسين ده ده حاجز واحد متين متر تخيل يعني لو تفقى الحكومات لو تفقى او تعي جيدا ان مخاطر غازات الاحتباس الحراري بتكلف الدول اكتر يعني المصانع اللي الدول بتشغل عليها على قرم وصاق علشان تكتب وتسجل ان هي عملت عندها الف مصنع في كذا وعشرين مصنع في كذا المصانع دي بتطلع غازات احتباس حراري بتكلف الدولة مليارات اخرى لحماية مثلا الشواطئ يعني اللي احنا هنجيبه بايمين هتاخد بالشماع هتاخد بالشماع اذا في مصر بصراحة على قد امكانياتها شغالة كويس يعني وزارة الري ومعات بحوص الشواطئ شغالين على موضوعش وافتخال وزارة وهيئة بحوص الشواطئ ومعات بحوص الشواطئ واسادزة وعلماء شغالين ازاي يحمم شواطئ جمهورية مصر العربية الشواطئ البحر المتوسط وخلي بالك كل ده بسبب ارتفاع درجة الحرارة يعني طبعا الموضوع مش سهل الموضوع كبير طبعا الموضوع يعني يحتاج الى كثير لان فيه حاجة بنسمها الناتشرال هازارد او الانفيرومينتال هازارد او المخاطر الطبيعية اللي نتجع عن الاتفاع او نتجع عن زيادة غازات الاحتباس الحراري ولكن في النهاية المسئولية كلها على الدول العظمة اللي هي بتساهم بالنسبة اكبر في غازات الاحتباس الحراري يعني اخر معلومة ان مصر لا تساهم بالنسبة 6-18% من غازات الاحتباس الحراري ولا حاجة يعني 6-18% اذا المسئولية مش على مصر ولكن احنا هندفع التمن بزبط ونعكس على كلها ورئيس السيسي قال الكلام ده في المؤتمر وقال ان افريقيا لا تساهم في ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ولكن افريقيا هي اللي بتدفع التمن شرفتنا دكتور الوقت طبعا يعني نوصير شوية لكن نتمنى ان شاء الله لكلنا حوار اخر عشان نطول فيه شوية نتعرف من حداتك شرفتنا دكتور محمد صبر لأستاذ المساعد بالمركز القامل بحوض شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان استعراض سريع لفقرات هذا الصباح اكيد ان شاء الله نلتقيك وبكرا في نفس الموعد بن الله مع فريق عمل جديد بعد موجز اخبار الثامنة قابرة حياته تحية تاريخ العمل للقاء